أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد ومازلنا في تطور الملف الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجهت الشركة باسم كل العاملين فيها التحية والشكر إلى القوات المسلحة قيادة وضباطا وأفرادا لتسهيل وتأمين الزيارة هذا وقد اتمأن الوفد وعلى المصابين من الشعب الفلسطيني الشقيق الذي جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضي المصرية الشركة المتحدة وحياة كريمة والتحالف الوطني ما هم إلا مؤسسات بتعكس طبيعة وجوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني وعمق العلاقة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني هنظل شعب واحد هنظل وقفين جنب بعض في مشاركة ومش معاونة ومش دعم دي مشاركة واجبة على الشعب المصري القضية قضيتنا وليس قضية فلسطين وحدها حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصفتها واحدة من أبرز الكائنات الإعلامية في الوطن العربي على نقل جميع الأحداث وزاعة التغطيات الإخبارية المستمرة على مدار الساعة لنقل الحقائق والوقوف على الأحداث وطالبت من خلال جميع منصتها الإعلامية والمرئية المسموعة والمرقرؤة على المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة حقنا لدماء الشعب الفلسطيني كما عملت على نشر الوعي بعدالة القضية الفلسطينية وإلقاء الدوء على بطولات وتضحيات الشعب الفلسطيني نجحة أول شاحنة للمساعدات المصرية في الدخول لقطاع غزة يوم 21 أكتوبر ووصلت لأهالينا داخل فلسطين كل ده كان من خلال جسر بري متواصل من المساعدات والإغاثات المصرية المتواصلة والمقدمة للجانب الفلسطيني كل ده كان بمشاركة وجهود أكتر من 55 ألف متطوع من شباب المصري التحالف الوطني اللي تأسس مطلع العام الماضي هو كان استجابة لإعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 كعامل المجتمع المدني والحقيقة إن ده اللي خلى التحالف الأسرع استجابة للأحداث منذ ندلعها في 7 أكتوبر الماضي وكان من أوائل الجهات اللي بتتجاوب مع الأحداث عن طريق غرفة عمليات التحالف الوطني في القاهرة ومتابعتها لتطورات الموقف ترجمة نانسي قنقر